مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مساحة الأرصاد الجوية ترتقب اليوم الغد بحوله ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة أما فيما يخص حالة السماء ستبقى دائما مشمسة مع نسبة رطوبة عالية خلال صباحة على سوحة الوسطى والغربية نفس السيناريو يتكرر خلال الظاهرة ستنشط بعض الأمطار الرعدية المحلية على كل المرتفعات الهداب وكذلك منطقة الأوراس نفس الأجواء أيضا أمطار رعدية موسمية ستخص مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي بينما رعود منعزلة ستميز منطقة السورة وشمل الصحرى بينما أجواء مشمسة تماما من الجنوب الشرق إلى غاية الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الغربي كما ستنشط أيضا بعد زوابها رمدية محلية بالجنوب الغربي إلى غاية الصحراء الوسطى ستجعل الرؤية رديئة الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستتروح ما بين 20 إلى 24 درجة على كل المناطق الشمالية عادة ببات نصطيف ستقرب 19 درجة فقط تصل إلى 28 درجة بشمال الصحراء في حدود 25 درجة بمرتفعات تمرس وتتروح ما بين 30 إلى 31 درجة من ورقلة إلى غاية الصحراء الوسطى دوف وإنجزام من نسبة للحرارة القصوى تبقى أهم عنصر يميز حالة التقس ستعرف ارتفاع محسوس على كل المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الغربية 37 درجة منتظرة بالعاصمة في حدود 36 درجة بوهران 38 درجة بكل من قصنطينا باتنا الجلفة والبيت بينما ترتفع إلى غاية 40 درجة بكل من عين دفلة غليزان معسكر وشلف 41 درجة أيضا منتظرة بيتزيوزو تنخفض بسكيك داعنا بالي تقرب 32 درجة فقط أما بالجنوب الكبير ستبقى الأجواء جد حارة خاصة بوسط الصحراء بأدرار المنيعة إنسالح وتميمون ستقرب 46 درجة وهذا تحتضل بينما لن تتعدى 39 درجة بملتفعات الهوغار والتاسم البحر خلال يوم الغد سيكون جميل بسواحل الشرقية رياح ضعيفة ضمن تئرات شمالية شرقية بحر قليل الاتراب بسواحل الغربية رياح ضائما ضعيفة جنوبية غربية أما على سواحل الوسطى البحر سيكون من قليل الاتراب إلى مطرب ورية حيدا ستشتدي لغاية 50 كم في الساعة تتنمي شرقية إلى شمالية شرقية بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله خلال يوم الغد أو يوم الجمهة ستبقى دائما الأجواء مشمسة على كل السواحل لكن معه ببريح قوية على سواحل الوسطى وكذلك الغربية ضبا محل بسواحل الغربية أمطار رادية منتظرة بالنسبة للمناطق الداخلية الوسطى والغربية خلال الظاهرة خلايا رادية منعزلة بشمال الصحراء والثورة ودائما أمطار رادية موسمية بأقصى الجنوب درجة الحرارة تبقى مرتفعة على العموم يومي السبت وكذلك يوم الأحد نفس الوضعية الجوية لكن مع ارتفاع أيضا لدرجة الحرارة تقرب 41 درجة محليا بسواحل الغربية وكذلك الوسطى تبقى مرتفعة نحو المناطق الداخلية لتقرب 43 درجة ودائما الأجواء جد حارة بوسط الصحراء لتقرب 46 درجة